معركة بلا هوادة على الصعيدين الداخل والدولي تخوضها السلطات الجزائرية في سبيل استرداد الأموال المنهوبة مع تمكن أجهزة الدولة من استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال والممتلكات قيمة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل مجهودات جهاز العدالة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من استرجاع أكثر من 4000 ملك عقاري وأكثر من 200 عقار صناعي منها مصانع لتركيب السيارات ومصانع للأدوية ومصنع للإسمنت المحجوزات الأخرى تشمل أكثر من 200 بناية قيد الإنجاز و21 فندقا ومحطات للوقود والخدمات عمليات استعادة الأموال المنهوبة امتدت إلى حجز أساطيل من المركبات والطائرات والمعدات ممثلة في 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات وسف وزوارق وأكثر من 4000 شاحنة وحافلة كما تم ضبط مجوهرات وأحجار كريمة وحجز شركات وقنوات تلفزيونية المحجوزات مست أيضا 7000 مركبة فلاحية وأكثر من 6000 حساب منكي نتائج إيجابية لم يكن تحصيلها بالسهل أو الهيان بل عرف أشواطا من التحريات والمفاوضات الشاقة حيث تم التواصل والتنسيق من قبل السلطات القضائية الجزائرية مع نظيراتها الفرنسية الإيطالية والأمريكية فرغم التعقيدات التي شهدها مصار استرداد الأموال على الصعيد الدولي بسبب اختلاف الأنظمة القضائية استطاعت العدالة أن تحقق نتائج إيجابية أجهزة الدولة الجزائرية مجنادة ومتأهبة لاسترجاع كل دينار أخذ بطريقة غير شرعية على حساب الوطن والمواطن تحركات ومساعي تشرف عليها العدالة والهدف استرداد كل الأموال المتأتية عن جرائم الفساد على المستويين الوطني والدولي